تعريف الزكاة والحكمة من فرضها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى ثم أما بعد الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وفرضها القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين على المسلمين الزكاة نوع من أنواع التكافل بين المسلمين الزكاة بمعنى النمو والزيادة هذا المصطلح اللغوي المصطلح الشرعي هي نصيب من المال يخرج على وجه مخصوص بشروط مخصوصة وده تعريف الزكاة بوجه عاميا الزكاة لها فضاء الكثير أولا هي تكون سبيل للإنسان إلى مرضات الله سبحانه وتعالى سبيل إلى البذل والعطاء تكون نوع من أنواع التكاتف المجتمعي إذ أن الأغنياء يعطون الفكاراء فيكون هناك موازنة وتكاتب بين أبناء المجتمع الزكاة يعني من الفضاء الشرعية لها أنها تمنع غضب الله سبحانه وتعالى وتطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الزكاة كذلك تكون ظلا للإنسان يوم القيامة طهرة له من الذنوب والخطايا كما قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتأتي الزكاة في القرآن الكريم بمعنى الصدقات والعكس تأتي الصدقات بمعنى الزكاة وكلاهما صحيح لكن هناك فرق بين الزكاة المفروضة والصدقة المشروعة فالزكاة المفروضة هي حق معلوم في المال أو ما يملكه الإنسان هذا له نصاب معين وشروط معينة لكن الصدقات المطلقة هي الصدقات التي تفتقد هذه الشروط يعني لا يوجد عليها شرط أو قيد يخرج الإنسان من ماله كثيرا أو قليلا ليس لها حد معين ولا زمان معين ولا شرط معين وهذه هي الصدقات المباحة المشروعة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها